بيان النادي الاهلي باعتذار اللاعب خليل عبد الفتاح عما بدرة منه في انه هو بيقول لمروان كل سنة وانت طيب وهنا السؤال عقلية اللاعب المصري محتاجة اعادة تأهيل ايا كان هو بيلعب فيه وسؤال مهم جدا لي سوشيال ميديا الزمالك والجمهور الزمالك اللي دايما بيقول هو امام عشور بعد ما شتمكو انتوا ليكوا عين تتكلموا هيجي لهم السؤال المهم في اخر الحلقة حلقة ديها من المشجع قبل ما نبدأها ما تنساش تعمل متابعة الفيسبوك سبسكريب على اليوتيوب واللايك والشير وتعالى نتكلم ونقول النادي الاهلي بينزل بيان دلوقتي على او بينزل خبر مهم بيقول فيه ان اللاعب خليل عبد الفتاح بيعتذر عن البوست اللي هو نزله بيقول فيه كل سنة وانت طيب يا اخويا لي مروان حمدي لاعب بيرامده اللي فيه مشكلة ما بين وما بين جمهور النادي الاهلي وفيه شك ومتقدمة ضده طبعا لجنة الانضباط اللي انا عملي نفسي نايمة اللي لسه ما طلعتش حقوبة على مروان وانا طلعت حقوبة على جمز اللي ضرب الحاكم الرابع في المباراة المصري في شهر سبع طب فيه قصة طويلة عريضة طبعا الناس اتفاجئت ان الراجل بينزله هابي بيرت داي واخوية ومشا اخوية وهم شايفين ان ازاي ده لاعب وغلط في جمهور النادي الاهلي وفيه مشكلة وان انت ما كانش ينفع تنزل حاجة زي دي انقسم الجمهور الاهلاوي ما بين جزئين شايفين دي حاجاته الشخصية وهو خر فيها طلبة بالديني اللي في الملعب وجزء تاني شايف انه لا مش من حقه وانه هو لازم يبقى بيراعي انه بيلعب في الاهلي وانك حتى لو بتعمل حاجة شخصية دي الحاجة الشخصية ماينفعش تكون تخص اي حاجة عامة توصل لجماهين النادي الاهلي وانا مع هذا الرأي ده رأيي الشخصي اللي يخصني كمشجع اهلاوي بمعنى ايه بمعنى تعالى اقولك ان اساسا بعيدا عن قصة خالد عبدالفتاح ورامي ربيعة اللي طلع قال اص انت لو الجمهور مشايفني مبعافش انا عب خلاص ما تشجعش النادي طول ما انا فيه زي لعبت الزمالك اللي طلعت قبل كده بتدعم فتوح اللي كان سبب في وفاة شخص كل هزي التصرفات وكل الدعم وكل الشكل اللي انت شايفه ده لا يدلغ على شيء واحد ان اللعيب المصري زي ما قلتلك وهفضل اقول اخره يلعب كورة الا من رحمة ربي يعني انت لعب كورة ده اخرك اكتر من كده ما تجودش لا من مصلحتك تطلع في شاشات ولا من مصلحتك تتكلم ولا من مصلحتك تخش في اي قضايا فيها اراء وجمهور ليه من فترة كنت اتكلمت في القصة بتاعت اللاعب يمين جمال وانه هوا كانوا جايبينه ساعة امم اوروبا ان اللعيب بيذاكر وعنده امتحانات وهينجح وانه هم جايبين وهو بيذاكر وهو وهتلاقي ان عشان في اوروبا بيهتموا جدا ان اللعيب حتى وهو سنه صغير حتى وهو مقصر الدنيا لازم يكمل تعليمه لازم ياخد شهادته لازم يبقى على قدر عالي من الثقافة لان ده بيفرق في ايه بيفرق في المنتاليتي او في العقلية الجملة اللي احنا كلنا ما بنحبهاش لما قالها محمد صلاح ولكن هي واقع وحقيقة فكرة العقلية بتاعت اللعيب بتخليه او بتساعده على حاجات كتير صدقني هي بتساعده حتى على استعابه في الملعب انه يفهم الخطط والتيكتيك والشكل اللي عايزه المدرب اللعيب اللي عنده قدر من الثقافة وقدر ان العلم بيكون استعابه وثقافته اكبر بكتير من اللعيب اللي ما عندوش هزا القدر من الثقافة او هزا القدر من العلم وعلى فكرة ده شيء انا مش بلومه عليه ممكن تكون ظروف حياته طبيعة عشته ظروفه الاقتصادية ظروفه البيئية شيء لا يعيبه ولا يمسه ولكن يعرف حدود ده ايه حدود ده انك راجل نجب راجل مهم في الملعب طيب هل عندي القدر على الكلام لا مش عيب فيه ناس كتير ممكن يكون بيعرف يعمل حاجات كويسة بس ما بقدرش يتكلف زي ما فيه في شركات كتير ناس مثلا بتكون بتقعب تشتغل بأيديها كويس جدا بتقدم لك شغل كويس جدا بس ما بقدرش يعرض شغل هتلاقي واحد تاني ما بيعرفش يطلع نفس الجودة دي لكن بيعرف كويس جدا يعرض في الاجتماعات يعرض الشغل بشكل يبينه بشكل قوي جدا عن اللي عامله يعني اللي عامله بايده ما يعرفش يبين نقط القوة في الشغل ده اللي مش عامله بايده بيص يعرف يعرض كويس ده شيء لا يقلل من ده ولا يقلل من ده ده شيء يعني هنا الامكانيات ده عنده القدرة والموهبة على ده وده عنده القدرة الموهبة ده فربنا ادك القدرة والموهبة على اللعب في الملعب وعلى النجومية وعلى وعلى وعلى. لكن ما ادكش القدرة او ما خدش انت العلم اللي يخليك عندك القدرة على الكلام والثقافة وانك تبقى عارف انت بتقول ايه وما بتقولش ايه. لان انت لما تشوف في اوروبا زي بقولك اللعيب بيساعدوه عشان ده بيخليه يستوعب الخطط بشكل اكبر بيخليه يكون صاحب حتى قرارات مصيرية في حياته بشكل اكبر. اللعيب انا في مصر بيفتقد ده. تلاقي بقولك لعيبة عندهم لعيب عامل الحادثة. من موت فيها راجل وفيها متوفي وفيها مشاعر وفيها كل طلع بها دعاء زميله. تدعاء زميلك على ايه? تدعاء زميلك على ان هو بيشرب مادة مخدرة. وعن هو قاتل واحد. يا جماعة علوها. فيجي واحد يقولك بان هو زميله. يعني مفروض ان هو يطلع. لا اخالك ما يطلعش بقى ما يتكلمش. يروح بقى لزميله محبسه. اه يوقف محامل زميله. اه يروح لأهل زميله ويقف جنبيهم. الكلام ده محدش فينا يقدر يلوموا عليه. ده شيء شخصي. الجمهور مش شايفه. الشباب الصغير والشكل العام مش شايفه. شيء هو بيعمله من غير ما يكون عايز ياخد فيه لقطة. شيء هو بيعمله من غير ما يكون عايز يوصل فيه رسالة للمجتمع. لان انت كلعيب خلاص حياتك العامة بقيت ملك الجمهور. تصرفاتك العامة بقيت ملك الجمهور. طيب الشخصي الشخصي ما هو محدش فيه ليه. ما لعبت القرى ده جماعة كلها اللي احنا بنعوض مقطع بعضين عليها وآهلي وزمالك وتحفيل بيخلصوا المطشاته ببخارجين وصهرانين. وقاعدين في بيوت بعض عادي. وعزومات وآكلات والدنيا جميلة يعني. كل ده احنا فهمين وعارفين وشفناه. انا شفت اللعيبة بعد مطشات الاهلي وزمالك يبقى دخلي خسران من ده او دخلي خسران من ده. ان كان اهلي او زمالك. يعني الاهلي اللي خسران او الزمالك اللي خسران. بيخرجوا يعود مع بعض في القفاءات بعد المطشة على طول والدنيا بتبقى حلوة وجميلة وشفت ده بعناي. فعادي. كل ده انا مش بحكي لك شيء بتوقعه. بحكي لك شيء شفناه وعارفينه وناس كتير عرفاء وشافيته. فما ينفعش ان انت ده حياته الشخصي. مش هادر تلومه. مش هادر تقوله ما تعملش كده. مش هادر. خلاص ليه? لان هو الراجل عمل ده في اطار خرج مع عزمينه بقى عزمين بعض في بيت راح وكاله في مكان تل خلاص دي حياتهم الشخصية. لكن حياتك العامة والسوشيال ميديا بتاعتك. وعلاقتك بالنادي. وتصرحتك في البرامج دي ملك الجمهور. ليه? لانه هو الجمهور ده اللي بيقف في ظهرك. الجمهور ده لانما بيطلع حدي يهجمك او لعيب يقف او لعيب يقول لك كلمة او اداري يقول لك كلمة او اعلامي يقول لك كلمة او يقول عليك اشاعة. الجمهور ده اللي بيقف في صفك الجمهور ده اللي بيهتب باسمك الجمهور ده اللي بيتخانق عشان يجي يشجعك في المدرجات الجمهور ده اللي بيقف يتفتش عشان يخش يشجعك في المدرجات الجمهور ده اللي سعب بيطيبط عليه ولسه فيهم ناس محبوسة عشان يخش يشجعك في المدرجات وانت بتكسب الملايين والعربيات والفلوس اللهم ما يزيد وبارك مش بص على ده ولكن انت واخد بقى ده واخد نجومية وشهرة وفلوس ومش مراعي حتى الجمهور. ده كل لعيب في مصر. فانا عندي بس تصرفين لما يطلع لعيب. انت عارف ان في مشكلة طبعا كده عم فتاحك ان طلع قبل كده. وهو في الاهلي. هو انت عندك مشكلة. لأ ما عنديش مشكلة لو مشيك من الاهلي اروح الزمالك. اجباها ما تعقلوا الكلام. افهموا انتو بتقولوا ايه. اعلموهم يقولوا ايه. او زي ما بقولك. السكوت. فارتقوا الخير اقولوا تصمت. قلت ساكب بقى مش عايف تتكلم. بتتكلمش. ده شيء ما يقللش منك. رامي ربيع عص الجمهور لو مش عاكبه. والغريب ان رامي ده مفروض انه من اللعيبة المتعلمة. يعني رامي ده من اللعيبة المثقفة على فكرة. شيء غريب جدا. وهو لا. هو النادي مش ملكة حضرتك. ومش الجمهور. لا الجمهور اللي بيتعب واللي بيتسجن واللي بيتخانق عشان يفرج وبيدفع من قوته عشان يجي لك وبيجي لك والمحافظات عشان يشجعك. هو نفس الجمهور اللي استحملك. وانت بتعمل حاجات مفيش لعيب مبتدئ يعملها. فما ينفعش عشان انت موسم. عملت الطبيعي. يعني انت كرامي انا بالنسبة لي انت عملتش الخارج. انت عملت الطبيعي اللي احنا بنطلبه من سنين. انك تقطع قبل المهاجم. انك ما تخليش المهاجم يغفلك. ما تبيعش نفسك. ما تتخطفش. كل الكلام اللي هو اه الاف به. واساسيات كرة القدم الدفاعية. اللي عارفها اي حاد لاد داعي اني خبير قروي اه خططي. خالص. اللي انا بكاهمك في الاساسيات اللي اللي اللعب قره عارفها. اللعب قره في الشارع كده وفي القماسي عارفها. فلما انت كن مش عارفها. وعندك مشكلة فيها والجمهور يبقى بالو سنين بيلومك عليها وبتقضى نفس الاخطاء الساسجة دي مش عشان موسم عملتي فيه طبيعي تطلع تقول اص ما تشجعوش النادي تاني هنا انت محتاج تعيد حساباتك محتاج تعيد ردودك محتاج تعيد ظهورك في التلفزيون اساسا انت او غير لعيدة الزمالك اللي بتدعم واحد زي ما بقولك بياخد مادة مخدرة متخنق ضارب واحد عايز توقف جنب وقف جنب زمينك لكن مش تطلع تدعمه وتقول اصحنا بندعم فتوح في المباراة وفيه اهل متوفي اجما موضوع الاحساس تخططوه بسزاجة ان اللعيب المصري عايز اخد اللقطة وخلاص حتى على حساب الاحساس والمشاعر تيجي الجزء بتاع خالد لعيب ومشكلة ولبنة انضباط طلع كل سنة وانت طيب يا حبيب ما اتكلمه في التلفزيون تقول كل سنة وانت طيب وانت لما تكتبه على الانستفادت ايه طبعا طلع واعتذر وهنا بس يجي دور كابتن محمد رمضان اللي بالنسبة له خب بالك الموضوع كان ممكن يتسمي داخلي ان البوست تشال وانه هو اه اه يتكلم معاه ولكن انا شايف ان النادي الاهلي ينزل الخبر ده ويقول ان اللعب فيه بيعتزل له جمهور ده دور كابتن محمد رمضان اللي بيقدر جدا قيمة جمهور النادي الاهلي بشكل اللي المفروض يكون موجود عند اللعيبة ولكن مش عيب ان اللعيب يغلط ومش عيب ان اللعيبة تتعلم ولكن انا بتمنى ان اللعيبة كلها تعيد حسابتها في ظهورها وفي حدثها وفي كلامها وفي مراعاة مشاعر جماهرها ايا كان انتمائها او ايا كان الانديها اللي بتنتمي ليها ده بالنسبة للقصة بتاعة اه رامي وخالد والموقف بتاعتزاره ولعيبة الزمالك والفكرة بتاعة ظهور لعيبة الكرة كلها والكلام بشكل بيدل للأسف على قصة سطحية تفكيرهم ده شيء لا يعيبهم ولكن هي قافة بنواجهها في القرى المصرية نيجي بقى عالجزء التالي وعالجزء المهم بعد الصفحات الزمالكوية لقيتهم بيتكلموا على قصة برضو خالد دي وان مروان وده شتمكو طب ما امام شتمكو ايه المشكلة ما انتم بتشتموا بمموكو وانا بس عندي سؤال واضح وبسيط ومهم جدا هل جمهور الزمالك اللي هو زعلان جدا على ان امام عشور اللي شتم رمز وواواوا وشايف ان اعتزار امام واعتزار امام لواليد سليمان واعتزار امام لجمهور الاهلي وشايف ان قصة ان امام كان في بيئة بتسمح بدا وبيئة ان الخف الاعراض والشتيمة فيها امر طبيعي جدا طبيعي ان انا اخده اصلحه وقومه وربيه وفهمه ايه اللي قاله كابت المحمود الخطيب ركز في الملعب ما تخسرش جمهور الزمالك وفعلا هي حاجة غريبة عليه لما هو يشوف ده او انا اعمل ده هم شايفيني ده امري مش طبيعي وده غلط وشيء اه يعني انا المفروض قلم عليه او يتحفل علي عليه ان امام شتمكو امام شتم الرمز وبرضو جبتوه يا حبيبي ما احنا جبناه عشان هو كان عندك والراجل اعتذر مرة واتنين وتلاتة واربعة وعشرة راجل اللعيب اللي غلط فيه سامحوا راجل جي هنا مطلعش منه لعيبة من بقه ولا غلط فيك ولا جي جنبك فانا جبته عشان اربيه واعلمه يعني ايه اخلاق واقية ما مبادئ النادي الاهلي لان هو كان في مكان بيئة خصبة جدا ان الخروج عن النص واللقطة هي النجومي قلة الادب هي النجومي رئيس نادي بيشتم طول الليل مصر كلها بقى امهاتهم بما فيهم منتو وفي الملعب اللعيب بياخد اللقطة بقى اسطورة بالرغم انه شتمكم يعني شكمالها اسطورة عشان هرب من زمالك مرتين ومضى للاهلي وعايدين حياته في الاسماعيلي وهرب من الاندية اللي رح لها مرتين ثلاثة وشتم جمهور الاسماعيلي وشتم كافتن حسن شحاته وشتم كلكم وكهرباء لما كان عندكم وتف عليكم واللعيبة دي فضلت نجوم واسطير فهو في مكان ده النجومية والاسطرة بيديك كده في مكان تاني زي ما انت شف بيتقال له متخسرش جمهوري الفريق الخصم ده طبيعي فرق ده خلاص هعمل ايه هموته جبته عشان اعلمه وفاهمه فرق البيئة اللي كان فيها اللي ما كانش متعود عليه عرقي كابتن شوبير طيب فلا انا شايف انه طبيعي امر منطقي ايه بل ادم عاقل هيتقبله تيجي بقى للنحة التانية وهو السؤال لك طب انت محروقة جدا وزعلان ان امام عمل كده وشايف انه ما يصحش ان امام كان يعمل كده طب انت ليا انا ما شفتش منك رد الفعل ده وسيادة المستشار جايب صرت امك للونها يعني انا برضو هسأل سؤال هل انت امك عارف ان انت في راجل شادمت بامك وقال لك امك صاحبتي وقال لك اه مش مهم رأيك ان مهم رأي امك وقال لك لو انت ما بتحبنيش امك بتحبني هل امك عارفة الكلام ده وعارفة انك زعلان قوي على اشتيمة امام عشون لجمهوري النادي الاهلي وان انت كده شايف انك عندك كرامة وما تعرفش ان انت متقال لك ان امك صاحبتي وامك بيحبين اكتر مني وما ليكش في اسأل امك عادي سؤال مهم انا عايز اجابته هل انتوا شايفيني ده عادي يعني انت شايف ان انت الراجل اللي انت كنت قوليه عليه الاسد الاسد اللي انت كنت مستنيه في عشرين عشرين رجعه هو امير عشان يجيب لنا بطولات وعشان يجدد للصفقات وعشان ما يمشيش ساسي وبينشارك الاسد اللي انت كنت شايف ان طريقته دي هي المنظومة او هو المنظومة دي ما ينفعش معاجر الطريقة دي الاسد اللي انت لغاية دلوقتي بتردد كلمته وبتقول رجع الساعة قطيب عشان بس ما يطلعش واحد يوم واحد حلو يقول لك لأ احنا رفضينه ده احنا مش عايزينه ده احنا بنشتمه دلوقتي بترجع الساعة ده خطيب لكنه اللي انت مقتنع بيها اللي انت بتتهم فيها شخص انضف مثل منظومة بانه حرامي صح? علنا كده بتقول لها ببنتها البجاح طب انت بقى وانت شايف وانت بتردد الكلام ده ما تجيش تقول لي انا مش مقتنع بكلامه ما انت بتردده سؤال هو عادي لما الراجل ده كان جاي بصفة الحاجة لله وانهار كان عادي كرامتك انت كده موجودة يا لا انا مش قادر افهمكو ولكن سؤال يعني من غير ما تجوابني انا عارف اجابته لان انا عارف ان انتو نادي اساسه الفوضى والشنطة فيها كتاب دي شكرا لكم وشكرا لما تابعيكم وما تنسوش تعملوا متابعة على الفيسبوك سابسكيب على الكتوب واللايك والكومنت والشير وتوصلونا للغير وما تنساش تسأل الحاجة سلام